ثاني وعلى استاد تسعة سبعة أربعة يلتقي المنتخب الإماراتي بكامل نجومه بشقيق السوري المنقوص من عدد كبير من محترفين والقصة الكاملة مع عمد يان رضوان عرص عربي كروي في قطر يحظى برعاية الفيفا حديث عن الإمارات والسوريا في تكرار لمواجهة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عندما قرأت في دفاتر المواجهة السابقة شكر الاتحاد الإماراتي نظيره السوري لتقديم المقاعد لجماهير الأبيض رداً على استضافة معسكر المنتخب السوري والعلاقة على خير ما يرام يوم الأحد مدير المنتخب صرح التالي حصرياً للصدى يعني ما دام منتخب الإمارات أشرك اللاعبين مع المنتخب فليش ما بعثونا لعمر خيريبين؟ هذا سؤال ولكن هذا السؤال لاتحاد الكرة الإماراتي مع احترام للجميع يعني ليش عم تبعث لعيبتك ومع عم تبعث لنا لاعب مهم بالنسبة لنا السومة قدم اعتذاراً وسأمر على بقية الغيابات لاحقاً لكن لو ركزنا قليلاً على موضوع عمر خربي فالوحدة الإماراتي أرسل كتاباً في وقت أرسل فيه سبعة لاعبين سبعة لاعبين للمنتخب الإماراتي هم الحارس محمد الشامسي محمود خميس اسماعيل مطر عبدالله حمد محمد برغش خليل إبراهيم وطحنون الزعابي الوحدة ليس لديه مباراة مهمة حتى السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل وعلينا إيجاد الإجابة من إدارة المنتخب السوري لماذا عتذر السومة لماذا أرسل كتاب خربين لماذا لم يحضر المواس وفهد اليوسف لماذا مردك وعلى أدالي لم يستطعا الحضور لماذا غاب إياز عثمان وعبد الرحمن ويس لماذا ولماذا وستة آلاف لماذا أخرى متعبة للسامع من الممكن طرحها أعود للحديث عن المنتخب الإماراتي مارفيك يراهن على خلطة جديدة تجمع بين الخبرة والشباب وعند الخبرة يذكر اسماعيل مطار فهو مستمر بالعطاء وعلي مبخوط ينظر لتسجيل أرقام جديدة كايو كنيدو تيقالي علي سالمين شاهين عبد الرحمن الحارس الأمين علي خصيف إضافة إلى أسماء الوحدة المذكورة سابقا ويغيب فابيو ليما الفنان للإصابة طلع إن شاء الله ننقدم مستوى طيب نكمل فيه إن شاء الله النتيجة الإيجابية الأخيرة لأننا كنا خطناها في بطولة أو تصفيات كاس العالم ونذكر بنتائج آخر خمس مباريات في التصفيات الآسوية عسى ولعل أن تنقل بعض الصورة فالأسماء المتواجدة هي نفسها تقيبا المنتخب السوري مع مدرب روماني في فترة وجزة للتعرف على الأسماء الحاضرة أبرزها محمد عثمان مؤيد الخولي ثائر كوروما محمود البحر محمد عنز والحارس إبراهيم علما ولم يتم استدعاء أسامة أومري مؤيد العجان عمرو ميداني أحمد الأشقر إسراء حموية ونمر على نتائج آخر خمس مباريات في التصفيات الروماني لديه أسماء جديدة منضمة من المنتخب الأولمبي علي بشماني مصطفى جنيد محمد ريحانية ضياء الحق والحق يقال أن طموح المنتخب السوري بالمنطق هو تقديم مستوى مشرف الوصول إلى أبعاد مرحلة ممكنة مع مدرب جديد وأسماء جديدة فيما المنتخب الإماراتي يتواجد بكامل عناصره والمأمول منه تحقق نتائج إيجابية ولم لا العودة باللقب مدير رضوان صدى العرب